مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة تحوال التقسي طلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي إذا نبدأ ونشرتنا الجوية مشاهدين الكرام بالوضعية المرتقبة مع الفجر إن شاء الله العمومة صفاء رح يكون في الموعد بعض الضباب الخفيفة على غلبية الولايات الصحية الوسطى والغربية كذلك وبعض من ولايات الصحرابية من الناحية الوسطى والغربية رح يتلاشى تدريجيا إذا درجة الحرارة مع الفجر إن شاء الله تبقى درجة حرارة في معدلها الفصلة هذه الوسطى الداخلية ولاية الهضاب العليا متراح من 10 حتى 11 درجة على البيض المشرية والنعامة بالنسبة للولايات الصحرابية درجة الحرارة العمومة رح تلح 13 حتى 19 درجة بأقصى الجنوب إذن مشاهدين الكرام الوضعية المرتقبة بعض الظهيرة بإذن الله الرطوبة رح تبقى عالية بعض الظهيرة أسفاء رح يكون في الموعد سحبتا كما سبقوا تكررنا رح تتلاشى تدريجيا بعض الظهيرة زوابع رمضية الحطى والحذر على أدرار تامنراست وسط الصحراء وجانت كذلك إذن بالنسبة لدرجة حرارة بعض الظهيرة بإذن الله تبقى درجة حرارة في معدلها الفصلي في معدلها الفصلي أقول على ولاية الهضاب العليا والصحراوية بالنسبة لولايات السحلية وبعض من ولاية الداخلية من الناحية الشرقية والغربية درجة حرارة ما هيش هتكون في معدلها الفصلي مرتفع جوية رح يبقى في المواعد درجة حرارة عالية عالوية السحلية الوسطى الشرقية الغربية كذلك تلحق 21 درجة مئوية على بجالة على جيجل على العوانة كذلك. بالنسبة لباية الصحراء وعلى عموم درجة الحرح تلحق من 25 تلحق حتى 33 درجة بأقصى الجنوب برج بجي مختار عن قزام معين أزواء وأباليسا إذن مشاهدين الكرام للملاحة والصيد البحري البحر على العموم سيكون من هذا إلى قليل اتراب مع اتجاهات الرياح بإذن الله ستكون من شماليا الشرقية إلى شمال الغرب الله. مشاهدين هنا لحقنا ختم وعد نشرتكم الجوزة لينا هالغرد الجمهات 28 أكتوبر 2022. إذن نشروا حكوناها الساعة السابعة أو 7 دقائق صباحا أما الغروب بإذن الله على ساعة الخامسة و 55 دقيقة مساء لمزيد من المعلومات مشاهدين مع لكم غير زوروا مواقعنا الإلكترونية اللي هي دايما في الخدمة. مبقى نغنقلكم متابعة الشيقة مع بقية برامج وطنية تي فيب. قول الخير. تلا فرح تيكم. ترجمة نانسي قنقر